مساء الفجر رزيكم الحقيقة اللي فاتت دي احنا كنا منشغلين بمقاطعة المنتجات الفرنسية ونعوز اقولك ان الدعوات قد قوية جدا لدرجة ان وزيرة خارجية فرنسا بجلالة قدرها طلعت وقالت كل اللي بيدعو لمقاطعة المنتجات اللي بيتم تصنيها في فرنسا دول كله متطرفة ستة هيه فبهان المضاعف كده انت عندك رئيس فرنسا شخصيا ايمانويل ماكرون طلع وكتب على تويتر وقال نحن لن نتراجع واه احنا بنحترم الاختلافات وروح التسامح والسلام والكلام ده كله بس اكبر كلمة في التويتر دي ان هو لن نتراجع فبيعني ايه لن نتراجع هو ليه بيقول كده هو بيقول كده لان هو معتقد او دي اعتقدات عند الفرنسيين ان الحرية ان انت تسخر من كل شيء بما فيها الرموز الدينية ده هو ده مفهوم الحرية عند فرنسا فالراجل شايف ان في حرب بتشن على الاقتصاد بتاعه وتهديد كوي جدا بيشن على الاقتصاد الفرنسي وشايف ان هو حيدافع ويخوض الحرب دي دفاعا عن الحرية فاوعى تستقل بدعوات المقاطعة للمنتجات الفرنسية بس فيها انا حاجة احنا نسينا ان احنا لازم نقاطع المنتجات التركية لان خلي بالك الناس كلها اللي في تركيا بتحاول دلوقتي تقولك لا 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 انسى بقى مقاطعة المنتجات التركية دي ركز بس في مقاطعة المنتجات الفرنسية بس اوقع تنسى ان الاطراق دول هم اللي موديين مرتزق السوريين في ليبيا ودول اللي بيتسللوا لسينة ويقتلوا بيشك فبس عشان الاعلام اللي برا عمال يدعو لا لا قاطعوا المنتجات الفرنسية وانسى بقى المنتجات التركية دي دلوقتي خليها لجمع حقيقة ان اكتر بلد عاملة قلق لتركيا هي السعودية السعودية عاملة شغل عالي جدا ايه بقى؟ يعني ايه بقى سعودية عاملة تعلي وتعلي وتعلي اول حاجة قالت لك كل الاعمال الدرامية والبرامج والكلام ده كله هنقطع اي حاجة اعلامية جاية من تركيا هنقطع مسلسلات برامج اي حاجة طب هل اكتفق كده؟ هاي ساعدوا 3 مليار دولار لك ايراجات بازارمزا لان سعودية عربستان 1 أكام 2020 تاريخ اتباري لى ترك مانهارنا امبارغو ويقواما اعملوا ايه؟ هلا كل البراندات او الماركات العالمية اللي بتتم تصنيعها في تركيا هنقطعها زي ايه؟ انت تعرف فيه منتج اسمه زارة زارة ده براند او منتج عالمي بس بيتم تصنيعه في تركيا فقالك ده هنقطعه فيه براند تاني اسمه مانجو برضو هيقطعوه ده اللي مكتوب في المصادر في السعودية واخد الحرب شارسة جدا ايوة بس اكيد خلي بالك ان الاقتصاد التركي كوي جدا وحيقعرف يوقف وساط الحرب دي هقولك ان الاقتصاد التركي في اضعف حالاته هاوز اقولك ان المقاطعة السعودية للمنتجات التركية دي ضربة في مقتل ليه؟ لان الاقتصاد التركي راح في ستين ده ايه اول حاجة انت عندك الليرة بتهبط هبوط غير طبيعي ازاي؟ انت عندك الدولار النهاردة بتمانية ليرة النهاردة بتمانية عارف يعني ايه؟ يعني ان انت مش معاوم الليرة يعني مثلا هنا في مصر عندنا الدولار ووصل لعشرين جنيه ليه؟ عشان انت معاومه وانت شلت الدعم بس خلي بالك ان تركيا بتدعم الليرة بفلوس غير طبيعية ورغم كده وصل تمانية ليرة للدولار ده شيء كارثي يعني ده حاجة مش ممكن معنى كده ان الدعم ده كله والفلوس اللي تصرفت دي كلها والليل عمالة تهبط انت مش بتتكلم في كده وبس؟ انت بتتكلم ان انت عندك عشر تلاف شركة قفلت معدل البطالة في تركيا يوميا بيزيد انت مش بتتكلم شهريا يوميا في زيادة فيه كوارث في الاقتصاد التركي مش بس كده انت بتتكلم ان السياحة في تركيا مع كورونا من يشوف في وجود كورونا الدنيا بتنهار فمفيش سياحة موسيقى الدخل اللي داخل جوه الاقتصاد التركي مفيش الاسواق كلها بتقفل اصاده عشان كورونا بس برضو عشان الدعوات المقاطعة اللي بيا قدها وانا مصر ان اول بلد واقع بلد واقف اصاد تركيا اقتصاديا هي السعودية بس الحكومة بتلعب من ورا السطارة وشعبيا قتلين المنتجات التركية هتقول لي لا برضو مش هيأثروا هقولك ان المستشار اردوغان طلع كفر السعوديين كفرهم عارف قال ايه طلع قالك والله الارزاق على الله يعني احنا بنعمل واحد انا معرفش ده شغال ايه يعني بيقولك الارزاق على الله وقال لك لازم الناس اللي بيقطعونا دول يفتكروا ان ربنا هو اللي بيرزق فيعني اللي قطعنا ويقطعنا هو احنا جمدين اردوغ معنى كده ايه معنى كده هو بيدخل الدين في السياسة عندما تمر على البرات او على انديت التعري او على بيوت الدعار الا تتأذى شخصيا لا والله اتأذى بنفسك الا تتمنى ازالة هذا المنظر اتمنى لا اتمنى المنح نحن ضد المانعة ضد المنح لا اريد لا اريد ان امنع الناس من يريد ان الحرية هي اساس المبدأ الاسلامي هو الحرية من يريد أن يشرب فليشرب وعلى رأي المشايخ بتوع قطر واللي أولهم الكراداوي اللي كفر أي حد يقاطع المنتجات التركية أي حد مش هيشتري منتج تركي هيبقى كافر عارف ده تفكير مين؟ من الإخوان بيدخلوا السياسة في الدين أي حاجة لازم يقول لك قال الله وقال الرسول ويجيب لك حديث ويخليه يتناسب مع الموقف هو بالضبط بيلعب مع الكده سياسة إخوانية حقيقة يدخل الدين في السياسة حراك لو احنا افترضنا أن كلام حضرتك صحيح طب ما هي الأرزاق على الله حراك بتبعت إرهابيين ليه؟ بتقتل الأقراض ليه؟ بتقتل ناس في العراق وسوريا ليه؟ همش الأرزاق على الله برضو ولا إيه؟ ولا ربنا ما بيظهرش غير في دعوات مقاطعة فقط ولما أنت تتأثر خلي بالك أن المستشار أردوغان ياسين أقطايدة ده لسان أردوغان العربي يعني ياسين أقطايدة بيقول كل الكلام اللي أردوغان نفسه يقوله لك بس باللغة العربية يعني أردوغان نفسه يكلمك باللغة العربية بس فش عارف فبيجيب حد هو اللي يتكلم بالسانه وخلي بالك من حاجة مهمة جدا أن ياسين أقطايدة هو اللي مدور قناة الشرق ومكملين بدليل ما بيفوتش شهر أو شهرين اللي لازم يستضفوه وخلي بالك هو بيشرف على كل حاجة ما بيقولوها أي حاجة هتقول ليه لو الله الكلام ده غلط هقولك أن محمد ناصر مرة حصل له موقف في اسم اتخانق مع ظابط أم يتكلم ياسين أقطايد معنى كده أن ياسين أقطايد بيدير المحطات دي بيحمي المزيعين اللي فيها كل حاجة ما يخص المحطات المصرية اللي بتعمل في تركيا ياسين أقطايد هو اللي مدورها ورازل تبقى عارف كده كويس فوقعت في تكري أنت بتكلم مستشار أنت بتكلم اردوغان شخصيا وخلي بالك أن تركيا مش خايفة من السعودية فقط هي خايفة من تبعات المقاطعة السعودية اللي هي ايه؟ مصر لما تقاطع منتجات التركية هتبقى كارسة مصر فقط دي هتبقى فيه بقى تكر بقى هلوم مجرة المغرب عمالة تفرض رسوم انت بتكلم الجزائر بتفكر إمارات ايه؟ فالمشكلة مش في السعودية فقط المشكلة في تبعات المقاطعة السعودية هتأثر على مين تاني؟ بس الحقيقة أن في حد بيساعد تركيا في الوقوف أمام السعودية مين؟ مصر عشان تعرف يا مين؟ أنا مش هقول أنا هخلي القناة الـ 13 في التلفزيون الإسرائيلي يقولك يا مين؟ تعرف ترامب قالك فيه خمس دول هتمدي بعد السودان يعني فيه خمس دول هتمدي اتفاقية سلام بعد السودان ما طبعت مع اسرائيل فيه خمس دول تانيين هيمضوا مين؟ قطر ده حسب التلفزيون الإسرائيلي قالك ايه؟ قالك قطر هتمدي اتفاقية تطبيع مع اسرائيل في مقابل F-35 بس الأمريكا عندها مشكلة مع قطر حاجتين أول حاجة دعم الإخوان المسلمين تاني حاجة بيدعموا حماس في غزة مش بس كده؟ قطر طلبة من أمريكا قبل الاعتراف باسرائيل انها تخلص لها موضوع الرباع العربي صالحني عن الرباع العربي يا عم عشان اعترف لك باسرائيل نرجع تاني بقى قطر دي بتعمل ايه؟ بيدخلوا منتجات التركية جوه القطرية بيحطوها في رفوف ويحطوا عليها العالم التركي الموضوع ما بيبش عند هنا انت بيقول لك اشتري فقط المنتج التركي دعم غير طبيعي بيقول لك سافر لتركيا بيقول لك روح مطار تركيا دلوقتي حطوا في مدرج جديد او رانوي جديد عشان يبقى مطار اسرع فقال لك هتلاقي السياحة اسرع هناك لازم تروح تدعم تركيا وقف قصاد كل الحاجات اللي بتعملها السعودية فبيعملوا كل حاجة عكس اللي بتعملها السعودية القطرين بيعملوها قطر بتدعم تركيا بشكل غير طبيعي عندا في السعودية عندا في السعودية هنا بقى اللي تستقل بالمجهدات دي خلي بالك ان قطر لو قعد تدعم تركيا من هنا البكرة ولا الهوى ولا الهوى وخلي بالك ان اعلام بره معتز مطار ومحمد ناصر كل يوم يطلع يقول لك شاهد المسلسلات التركية لازم تدعم تركيا تركيا دي بلد الاسلام الاول بس في حاجة نقطة مهمة جدا بالذات معتز مطار مع الجنسية التركية فهو بيدافع عن بلده يعني اوه هتفتكر ان معتز مطار مصري وبيدافع عن تركيا فهو عميل نا هو تخطر مرحلة دي هو الراجل دلوقتي مع الجنسية وبيدافع عن البلد اللي رعياه وبتأكله عيش لازم يعمل كده فانا رجع تاني وهو قولك ان مهما دعمت قطر تركيا ولا عاجل سادجة كندي ولكميزي نشنددية دشاردة دا صرنمز بار قمشو قالمده تماما لدك شمدي بر کامپانيا چفت تركيا ده سانايجيني اردتيني الميجام دي سويلة عربستان دستك بيراكتان بلا ياريه ايندردك يتريمه هاير اتالاته هاير توريزمه هاير بز وطانداشر ويش ادملن ترك هايش برشيه اشميز olmayيك لو كلنا عملنا نفس اللي بنعملو مع فرنسا في تركيا في المنتجات تركيا خلاص تركيا دي هتقع اكتر ما هيقع في الاخر يا رب بس كنت ذكرتك ان انت لازم تقاطع منتجات تركيا وما تخليش هدفك ان انت تقاطع منتجات الفرنسية فقط ينسيك قطع المنتجات التركية دول ناس برضو بيقيتلو في اخواتك واهم نقطة هو هتنسيها ان الناس دي او مستشار ارتبانيا سين اقطاي كفرت لما قلت ان انت هتقاطع او ان انت مش عاوز تشتري منتج التركي في الاخر يا رب كنت شرحت لك الموضوع بشكل مبسط يا رب انصر مصر انتحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة